الآن أبنائي سوف نتعلم تعيين عبارة تحويل نقاطي علما مركزه أكيد ونقطة تتحول إلى نقطة قال للمستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس O و E و Z لتكون النقط A و B و C التي لا واحدها كما هي مذكورة على الترتيب عين التشابه المباشر الذي مركزه A و يحول C إلى B ركزوا جيدا هنا نقطة بنقطة لاحظوا نتابع أبنائي نقطة بنقطة كيف نقول نقول هكذا هو يريد مننا أن نجد ماذا عين التشابه المباشر يعني كأنما عناصره المميزة إذن هنا نحن نعلم أن نقول هكذا Z لاحظوا جيدا Z قلنا لاحظوا هنا قال الس تتحول نحن نعلم أن أي تحويل نقاطي يكتب هكذا Z فتحه يساوي لنا ماذا يساوي لنا A هكذا Z زائد B أي التحويل يكتب بهذه البساطة و يريد مننا أن نجد هنا كأنما A و B تابعوا مع العناصر المميزة هو قال ماذا C و يحول C إلى B معناه نقول هكذا Z B هي التي تأتي هنا تساوي لنا A في ماذا في Z A Z C لاحظوا جيدا A في Z C زائد ماذا زائد B لاحظوا إذا قلنا دائما تقول C C إلى نقول هكذا هكذا الذي يكتب هنا C تتحول إلى ماذا إلى B معناه هنا دائما هذا الذي يأتي هنا هذا الذي يأتي هنا هنا صورة يعني هذه M فتحة وهذه M يعني M تتحول إلى M فتحة بوسط هذا التحويل إذا سمعنا S ركزوا هنا أبنائي هذا الشرط الأول لاحظوا جيدا معناه سوف نكتب إحداثيات أو لواحق كل نقطة منهما إذا تصبح لنا ماذا هاي Z B نأتي بإحداثيات أو بلاحقتي هنا تساوي لاحظوا جيدا تساوي لنا ماذا A ها هو A في Z Z Z ها هي أبنائي لاحظوا جيدا ها هي أبنائي أمامكم إلا أنه هنا لا ننسى الأقواس زائد ماذا زائد B لا نعرف هذا B أين هو قال ومركزه الذي مركزه بما أن هنا قال تشابه و مركزه معناه نقول هكذا المركز Z A يساوي ماذا يساوينا بي قاعدة ماذا تقول بي هكذا على واحد ناقص A هذا هو القانون حيث هنا Z A عندنا قيمة هل هي E ها هي يا أبنائي E نجعلها كأنما هذه تساوي E والمطلوب هنا إيجاد A والB الذين باللون الأخضر متابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي كيف تتم العملية هنا لو نكمل العمل ماذا نقول هنا جداء الطرفين في جداء الوسطين ماذا ينتج ينتج لنا بي يساوي هنا في هذه المعددة لرقمة هذه الرقمة واحد إذا سمعناها رقم واحد ماذا ينتج بي يساوي لنا واحد ناقص A في E جداء الطرفين في جداء الوسطين معناه أن بي يساوي لنا سوف ننقل هذه القيمة يا أبنائي إلى هذا المكان لكي نجدها ماذا لكي يبقى لنا المجهول الوحيد ما هو هو الأ أصبح لنا ناقص 2 زائد 3 E يساوي لنا أركز أرجوكم حتى تتعلموا لو ننشر هنا مباشرة ماذا ينتج تنتج لنا ناقص أربع أ زائد خمسة E أ أنا أقوم بعملية النشر هكذا ثم قلنا هذه تنقل إلى هذا المكان ماذا ينتج؟ ينتج زائد ونكمل هنا كذلك النشر المباشر سوف بدون إذا زائد واحد ناقص أ في أ أتابع النقطة بنقطة أبني حتى لا تختارت عنا الأمور تساوي لنا ماذا؟ المطلوب هو إيجاد الأ هنا في هذا التمرين نصبح لنا ناقص 2 زائد ثلاثة E يساوي لنا ركزوا ناقص قلنا أربع A زائد خمسة E A ثم هذا في هذا زائد E ناقص A E نشرت هذا كذلك الآن نفكر أن نستخرج الأ هذا كعامل مشترك ماذا ينتج يا أبني؟ ينتج لنا ناقص 2 زائد ثلاثة E يساوي لنا نستخرج قلنا A كعامل مشترك ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا ناقص أربعة ها هي ولاحظوا جيدا وتبقى لنا زائد خمسة E و ناقص E هكذا والعدد الذي يبقى لدينا هو هذا لوحده ها هو أمامكم زائد ماذا؟ زائد E ركزوا نكمل نكمل ماذا ينتج أبني؟ ننقل هذا إلى هذا الطرف يصبح لنا ناقص 2 مع ثلاثة E وهذا لما ينقل يصبح ناقص E معنى تصبح لنا زائد 2 E يساوي A في ماذا؟ في عندنا ناقص أربعة وهذا مع هذا كم؟ ناقص أربعة E لأن الآخر نقل ركزوا أرجوكم ومنه A ماذا ينتج؟ A يساوي لنا هكذا يساوينا هذا الذي باللون الأحور وهو ناقص 2 زائد 2 E على ناقص أربعة زائد أربعة E ركزوا أرجوكم هنا ما علينا الآن إلى الظرف المرافق أولا قبل الظرف المرافق يمكن أن نستخرج الاثنان من البسط والاثنان من المقام ونختازل ينتج لنا ماذا؟ ناقص واحد زائد 2 عفوا ليس زائد 2 زائد E على المقام قلت نختازل تصبح لنا ناقص 2 زائد 2 E لم أفعل شيء قمت بقسم هذا على 2 وقمت بالقسم هذا على 2 فنتج ذلك ثم نفكر أن نضرب في المقام نضرب في المرافق لنتخلص من E تصبح لنا ماذا؟ A يساوي ونأتي بخط هكذا ونكمل الحساب يصبح لنا ناقص واحد زائد E هكذا مضروبة في المرافق وهو ناقص 2 ناقص 2 E وفي المقام تصبح لنا لما نضرب نقل ناقص 2 زائد 2 E في ناقص 2 ناقص 2 E القاعدة تقول مربع الأول زائد مربع مربع هذا فقط مباشرة زائد مربع لهو زائد أربع لماذا؟ لأن تصبح مربع الأول وهو أربعة ناقص مربع الثاني وهو أربعة E لكن هذا يجعلها زائد يعني كم ينتج ينتج في المقام بدون من تعبع العدد ثمانية إذا نكتب هنا ثمانية يبقى لنا البسط علينا أن نكمل النشر نقطة بنقطة تصبح A يساوي هكذا هنا نكتب ثمانية ثم هذا في هذا كم ثم هذا في هذا كم؟ تصبح لنا زائد 2E ثم هذا في هذا ناقص 2E ثم هذا في هذا لاحظوا حتى لا نخطئ ناقص 2E في E تصبح لنا ناقص 2E مربع والE مربع كم يا أبناء؟ الذي هو ناقص واحد ما تعطي لنا ناقص 2E في ناقص واحد وتسعي لنا 2 هنا زائد 2 هذا هو الشيء الذي تحصلنا عليه الآن بعد ما اكملنا مع ذلك سوف نلاحظ ماذا سوف يحدث يحدث الأمر التالي أنه هذا يذهب مع هذا توقع لنا أربعة على ثمانية ويساوي لنا نصف إذاً الآن الآن ظهر يا أبناء كم هو النصف لاحظوا جيداً إذاً بعد ما استخرجنا أنه الآن قلنا عليه أنه نصف نصف إذاً A نصف يبقى لنا شيء آخر وهو البي ما علينا إلا الإتيان البي إلى هنا يصبح لنا بي يساوي واحد ناقص ماذا؟ الأ في E ركزوا فقط يصبح لنا ماذا؟ بي يساوي لنا هذا في هذا يصبح يا أبناء كم؟ يصبح لنا E وهذا في هذا ناقص واحد على اثنان E بهذه البساطة الآن ما هو طبيعة الآن عبارة التحويل هو قال أوجد هذا التحويل التحويل يصبح بهذه البساطة يا أبناء لاحظوا يصبح زاد فتح يساوي لنا واحد على اثنان زاد زائد البي ما هو البي يا أبنائي؟ ركزوا اللي هو نفسه كما قلت واحد ثم هنا لون واحد المقامات معنا هنا اثنان وهنا اثنان تصبح لنا كم؟ واحد على اثنان ماذا؟ E ها هو التحويل عبارته وهذا التحويل هو التشابه إلا أنه تشابه لكن في الحالة الخاصة في الحالة الخاصة نعم هذا هو تشابه آس تشابه تشابه لكن ركزوا هنا جيدا ما هي طاولتها؟ ما هي عمدته؟ ما هي زاويته؟ زاويته زاويته هي أرغ نصف وأرغ نصف ما هي يا أبنائي؟ بما أنه هو عدد حقيقي العدد الحقيقي إذا كانت ركزوا لاحظوا جيدا العدد الحقيقي إذا كان موجب زاويته صفر إذا كان سلب إذا زاويته ما هي؟ هي صفر وطاولته أو ونسبته ونسبته هي تلك العدد هذا بنفسه هذا بنفسه أو طاولته بما أنه حقيقي معناه تصبح كار واحد على اثنان لكن هذه حالة استثنائية هذا التشابه في هذه الحالة بما أن هذا العدد يكون عدد حقيقي التشابه هو هذا التحويل هذا التحويل هو تشابه لكن حالة استثنائية هو تحاكن تحاكن نسبته ماذا يا أبنائي؟ نسبته كار يسعينة واحد على اثنان بهذه البساطة المطلقة ها قد وجدنا عبارة هذا التحويل الذي أعطي لنا قال عين تشابه مباشر وجدناه بأبسط طريقة لكن هذا التشابه في الأخير ظهر أنه هو التشابه لكن في الحالة الخاصة هو ماذا؟ هو تحاكن والتحاكي هو ماذا هو تشابه؟ بكل بساطة فقط كنت